اشتركوا في القناة معربا لسموه عن بالغ الاعتزاز والامتنان لدعمه المستمر للحرس الوطني والذي كان له الدور الكبير في تطوير جهزيته وكفاءته في اداء واجبه الوطني المقدس حفاظا على امن مملكة البحرين والذود عن منجزاتها الحضارية وسلامة مواطنيها تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الاعلى حفظه الله وراءه وقد بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية الى الفريق اول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الحرس الوطني حيث عرب سموه لسمو رئيس الحرس الوطني ولكافة منتسبي الحرس الوطني من قادة وضباط وافراد عن خالص التهاني والتبركات مشيدا سموه بما يبذلونه من جهود مخلصة اسهمت في تطوير بستوى جاهزية وكفاءة الحرس الوطني لتلبية الواجب والحفاظ على مكتسبات الوطن الغالي والذود عن مقدراته وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعا